بعد تعطش كبير لمثل هذه الموائد المستديرة الثقافية ها هي ولاية السعيدة تعود بنا إلى المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة مهرجان سجل مشاركة مرموقة لنجوم الفن السابع وكتاب وفنانين وغيرهم مهرجان طيلت خمسة أيام عرف حضور عديد من الأسماء البارزة في مجال الأدب والسينما خصوصا ما تعلق بالمرأة الروائي الجزائري العالمي يسمينا خضر الذي كان ضيف شرف المهرجان وحضر حفل افتتاح المهرجان ونشط مائدة مستديرة بحضور عشاق وحضور كذلك الجمهور السعيدي إضافة إلى السيدة زينب العوج الروائية الجزائرية كذلك جميلة طلباوي وحضور كذلك ثقيل جدا للمخرج الجزائري العالمي رشيد بوشارب الذي شارك بفيلمين خلال هذا المهرجان لفليك دو بيل فيل وكذلك فيلم لندن ريفر التشديد على مرافقة الشباب في التأسيس لحركة سينمائية بديلة كانت من بين النقاط التي اعتمد عليها المهرجان في هذه الطبعة لماذا لا يكون المهرجان تنافسي في طبعات المقبلة أو يكون كذلك مغاربي أو عربي إن شاء الله ليعطي دفع جديد للسينما الجزائرية وأدب الجزائري خصوصا ما يتعلق بالمرأة لأنه أدب وسينما المرأة هو مهرجان وطنة بولاية سعيدة وبالتالي يعطي حقية لهذه الولاية التاريخية وكذلك المعروفة في مجال الأدب والسينما ما يخفاش عليك أنه ولاية سعيدة كانت عاصمة مسرح الهوث في السبعينات وعادت سينما من جديد وعادت الجمهور من جديد لمرأة القاعات خلال هذا المهرجان ولذلك نتمنى أن تكون سنة حميدة لكي تتواصل هذه الفعالية الثقافية لإثراء أراصل الثقافي في الجزائر عموما الفن الخامس والسابع التقي هنا في هذه المدينة ومنح لأبنائها فرصة لإظهار المواهب والكشف عن الإبداعات الثقافية النادرة بولاية سعيدة اشتركوا في القناة